اشتركوا في القناة بابا حمد الله على سلامتك خلاص اتنواري بيتك وشركتك تاني لا يسلمك لا يسلمك ألف مبروك يا هبهاني أنا قريت الخبر في الجرنال وعشان كده رحت اطمن عليك في الاسم قالوا انك هتخرج من نيابة بعد مظاهرة برقتك حمد الله على سلامتك متشكر مجدي بي عنده قرص يحية في صارمو والغرداء أو عميل عندي في الشركة أنا وسهلا سهلا شكرا على شعورك سداني يا ساعد بي أنا من ساعة ما قررت الخبر لحد ما جيت هنا مكانش عندي شك ولا واحد في المليون في برقته بهاني أنا صحيحة عرفها من وقت الصير لكن بعضي من الناس الطيبة بتبان على طول بشكرك على شغل بعدي أزلك يلا يلا حمد داشتراك أخذك ايه مالك يا دكتور تخضيت كده ليه ده انا حتى عايزك في مصلحة خير يعني حضرتك عايز ايه بالظبط تاني الكلام مش هنفع كده على الواقف يعني ياريت نقعد في مكان محترم وتسمع الكلام اللي انا عايزها رغولك ولو ما عجبكش الكلام ممكن تسيبني وتمشي وانا هسيديك حاسب عن المشاريع ايه رايك ياريت تيجي وراي اتدى اتدى لا دكتور والله ما هتندم ورايه دكتور ايه رايك ايه رايك ايه رايك تطميني على احسام واماما هوا حضرتك موس جاي معي؟ لو دخلت معاك هتحس إن فيه حاجة مش طبيعية وإحنا كلا مخبين عليها إنتي خوش ارتاحي وغيرت تأخذي أجازة كم يوم لحد ما نشوف لك حد يساعدك في شغل الشركة بدل فادي ده الله يسمح حاضر يا بابا اللي تسوفه ووقت ما تحتاجين هتلايني في المجموعة لما لقيتنيش تسلب عمك ريفي هيعرف يوصلك بيا بابا هو حاضرتك وماما ليسه على خلاف؟ ما تخفيش أنا وماما هنعرف نتصافة ونتصالح زي ما تعودنا طول عمرنا يلا وإنت عرفت المعلومات دي عني كلها إزاي؟ قررت الفنجان دربت الودع وفتحت المندل وخويت الجن المهم يا دكتور إن المعلومات دي كلها سليمة صح؟ والمطلوب؟ المطلوب إنك تدعك الفنوس هيطلع لك المريد ويقولك شبيك لبيك عبدك وملك إيديك ويا ريت تعتبر سمير أخوك الصغير هو المريد اللي هيطلع لك وهيحقق لك كل أحلامك والمقابل؟ يعني خدمة صغيرة كده وصد مرمطة العفريت اللي هيحقق لك كل اللي انت عاوزه وهيكون جاهز وتحت الطلب وانا إيه اللي خلينا سق فيك وساعتك؟ يا سيد المؤكد بالغطاس اطلب تطاع حتى بما لا يستطاع وهتلاقيني جاهز وتحت أمرك طب ما ترسيني بقى علشان أفهم ونبقى مع بعض على نفس الخط الله اوه هو ده الكلام لازم كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه ليه؟ عشان ارتاح ايو سلام عليكم لو سمحت ممكن أكلم سعدي بك داني اه مش موجود؟ لا بده مثلية لما يجي تقول له إمام محمد سلام اتصلت بي وخليك لني بس ضروري تشكري السلام عليكم عليكم السلام عليكم تطميني هيب عملي لا الحمد بالله عبدت على خير زي ما ظبط القضية قال ان الحظ خدمها والحياة ظهرت بدري طب الحمد بالله اه اه وقلفت رجعت البيت ليه هي كانت فين؟ اه معلش يعني فوزت الدوشة امسيت اقولك ان قلفك هتتعبد شوية ونقلوها المستشفى بس الحمدالله رجعت بيتها الحمدالله انا اسف ايمان كل اللي حصل ده ترتيب من ربنا سبحانه وتعالى واكيد رادينا الخير يعني اكلت حاجة؟ طلبت الاكل انا اللي بس قالك يعني اكلتي ولا لسه؟ لا بس اصل ايه في ايه؟ بصراحة نكلمت ماما وقلت لها على اللي حصل ما هي كان لازم تعرف من الاول حقك طبعا وحقها يعني طبعا لما عرفت خلت موقفة مش عارفة تنفضلك بات صوتك لاحظ ان في مكانه اخترم ما يصحش ان تعمله ده ايه يا اخويا وهو يصح اللي عمله صاحبك يتجوز بيت من دور عياله سيبهانه صاحبه امانة ومن ورانه ايه يا بابا اخرس يا وليه انا ماليش ان اتدخل في المسائل العائلية دي راجل تجوز حسب الشرق ومنتكم كيف مبسوطة حسب علم وانت تعرف ايه انت عن شرقين عشان تدخل فيه ولا كلمة زيادة انا كنت فكرك راجل كبير ومحترم لكن تجريحك وكلامك الماسخ ده انا لا يمكن اسمح بيه ابدا انا اسفى يا رفقي بابا نيابا عنه معلش اصلي عبدالغافور اخويا متعصب شوية وعشان كده تلاقي كلمة خرجت منه غصبة عنه ايه 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 اما تاخذنش يا رفقي بابا يا اخويا هو للمفاجأة ما خلنش نتحكم فق عصابي بس بقول لي ساعدتك ايه احنا عوزينك بقى تنتخل كده في الموضوع عشان نلحق بيتنا قبل الفاس ما تقع في الرأس والله ايدي حاجة مش بايدي مسألة الجواز دي تمت بردة الطرفين ومعتقدش يعني مسألة رجوع ايمان دي هتبقى كده بسهل يعني ايه هما خلاص انت ليه مصر انك تدخان في تفاصيل خاصة جدا مش من هاق ان اتدخل فيها اعذرنا يا رفقي بي عايز اتطمن على بنتي انا معرفش حاجة عنها وحتى المكالمة الاخيرة اللي كانت بنا كانت يا دوبك كلمتين وسخانت اكتر ما بردت ومكان اللي حصل دي مفيش مفر منه يبقى على الاقل نحافظ على كرامتنا وكرامت بيتنا ونخش بالاصول والاني غلطان في دي كمان طيب استنوا لحظة واحدة لغاية ما ارجع لكم بس ارجوكم محدش تحرك من هنا الا لما ارجع لكم اتفضل اتفضل يا رفقي بي يا اخوي اتفضل رحمة رحمة تعاز وان شاء الله سترجع تلقينا بحطة ايدك المصدر المصدر اه طيب يعني خليهم في المكتب انا جايلك لسفت السكة معلش منطل نزلتان ليه بس في لي ماما وكالك في المجموع ايه؟ ايه ما تتخضيش وفيش هالة انا هروح اشوفهم عوزين هي باسة لا اصنا هاجي معايك ما تقلي إيش نفسي؟ أنا هروح حط النقط في الحروب فارجعلك على طويل وأنا إيه علاقتي بالدال الصغايم؟ لا دكتور دي إلفة كبيرة قوي مفاتحها مش معايا أنا كل مهمتي إن أتفق معاك اتفاق مبدئي لو أنت بقى قولت وكي وخطط برجلك الخطوة الأولانية اتفاقك هيبق مع ناس أهم مني هم اللي عارفين يرفولا من أولها لآخرها المهمة دلوقتي تقول لي طلبتك إيه؟ عشان ألا حيبلغهم بيها ويجهزوا ألك مليون جنيه مليون يا دكتور ده التجمد أوي أمام مش مهم و أنا هدفع حاجة من جيبي خلاص يا دكتور استنى مني ترفوني النهاردة بالليل أو بكرة بالكتير وإن شاء الله اللي في الخير هيعملوا ربنا صدر صدر وساعدتك بقى ده مؤخر؟ ولا مؤدم؟ ولا مهر؟ ولا الصدق المسمى بيننا؟ ده اللي عندي أنت طلبتك إيه؟ شوف يا سعدي باشا يا أخوي إيمان بيتبنوت وساعدتك سيد العرفين ومن أكبر عائلات الغربية وما يصحش كده برضك إيه؟ إنها تتجاوز في الظلمة وبرضو مش معقول أمش معها في زفة أو أقعد معها في كوشة وأنا في السن ده؟ لا محدش قال كده إحنا برضك بنفهم في الأصول ولا إيه يا غالية يا أختي؟ سيبك من غالية هانيم وخليك معايا أنا وقل لي طلبتك إيه؟ بس باختصار هو مشوار صغير لحد البلد تجيب إيمان معاك وساعتين زمن تقودهم مع أهله هيتعرفوا عليك وتتعرف عليهم ونقول لهم إيه؟ إن إحنا كتبنا كتاب كده على الديق في مصر عشان ظروف المرخوم اللي ميت ما بقلوش يامي إمتى؟ في الوقت اللي حضرتك تحدده إحنا برضك عارفين ظروفك يا سعد باشا يا أخوي وبعدين يعني ما تخافش إحنا بعد اللي عملته إيمان مش هنبسك فيها عشان تعود معانا وفي نفس الوقت مش هنبقى نيجي نزرحه في حاجة ثانية وارقة صغنانة كده تكتب فيها إيه المؤخر عشان إيه لو جد في الأمور أمور ما انت عارف يا سعد بشا يا خويا وساعدتك سيد العارفين أم العيال لسه على زمتك وممكن يحصل حاجة كده ولا كده وبكده نبقى ايه حافظنا على حقوق البيت اللي هي ايه فرطت فيها لما اتجوزتك من وراني أنا دلوقتي هكتب شيك تاني بس حضرتك مش هتستلمو في ايدك ولا غالية هانم إمان هي لا تستلمو بس انا هوريكم الرقم عشان تتطمنوا ايوه 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 انا فاكل اليوم ده ماله كنت كنت يعني كدبت عليك مروحتش البنك زي ما قلتلك وروحت المزرعة اللي قابلنا فيها ابو الناجة باهنس وهناك قابلت راجل اجنبي ياه للدرجات دي ويا طار ايه اللي خلاك اتفكار تجذب عليك الكتبة دي اصلا يعني كنت محتارة وضميري كان بيقنبني قوي وكنت بدور على وقت يعني اتشجع فيه عشان اقولك على كل حاجة حصلت عشان تقول لي عامل ايه طب مش بس افهم الاول الراجل الاجنبي ده كان عايزك في ايه من ورايا عايز يستغليني في لعبة تتلاعب على سعد الدالي برضو سعد الدالي وسعد الدالي ده ايه علامي والمرة دي بقى المصيبة ايه لأ من اول لما سمحت اسم سعد الدالي قلت له لا استنى افكر في المبدأ الاول وبعدين يعني ارد عليك وطبعا ضحك وقالك دخولي الحمام ازاي خروجه ايه ده طب وانت عرفت ازاي بقولك ايه انا عمري ده ما عداش على الفاضي المهم كملي عملية نصب كبيرة قوي يخسر فيها سعد الدالي مئة مليون جنيه يا اهود الله وانت ايه نصيبك كم وعدني بتوكيل عربيات المانيا بقولك ايه ده لعب عالي وملعاري تقيل قوي خليني احنا ماشيين وراء ابو النجا لغاية ما ناخد نصبنا ونقول يا فكيك طب والرجل الاجنبي انت تبلغ ابو النجا وبمنتهى الادب ان العرض مؤجل لغاية ما تستجمعي شجعتك وتنفيزيه ايوه بس الراجل الاجنبي دوت يعرف يعني حاجات عني كتير قوي حاجات اكتر من اللي انا عارفها وحاكيتها لي لا تقريبا يعني بنسبة 95% والخمسة الزيادة دول مؤثرين قوي لا مش مؤثرين خلاص ايبقى مفيش حركات تاني ومن ايه لو رايح رجلي على رجلك حتى لو رايح هتزول امك الله ارحمها دي ديابة سعرانة عايزة استاذ زي نجيك منهم ليمصمصوك يا حلو معقول اللي انت عبارت ده دي انا قلت جنبك طول عمري ساعتك وانت بتأمن الصح وساعتك انت بقى في جنبك وساعتك وانت بتأمن الغلط علاش الناس باكش لوحدك توصل بجبروتك انك تعمل في قلفت كده يا ساعت بعد العشرة الطويلة اللي بينكم خلفت اللي عاشت معاك اصعب ايام حياتك وربتلك ولادك احسن تربية لا لا يا ساعت ده كتير ده تصرف غير ادامي ده تصرف مرفوض يا ساعت وان كان على صداقتنا اصعب انا بحق الصداقة اللي بيننا ولايش ومنح انا اعرف جنبك يا ساعت لحد ما تعد عزمتك لان اعرف كاي سقوق الظروف اللي بتمر بيها لا لكن لا بدي كده يا ساعت لازم نمضح نحن لشراكتنا وصداقتنا انا انا شايف يا ساعدن من العسن كل واحد يعني يشوف له طريق بايد عن التاني ياه دي الدرجات يا رفي تصعبتها على الكل وصد حلم واحد ضيعت أحلام كل العيلة واحد ورا التاني زلزلت العيلة من جوه ويا عالم يا عالم نتكت الزلزلت ايه شكرا تغني ıyorum اخمشوا ترجمة لتقطع ادى من الحق مع نور نعم مالك في إيه؟ لا يا حصل موقف بيني وبنضيفي كده بسابة؟ لا لا يعني حاجات في الشغل يا أي كله ده؟ ده ملوكة نظر خالك ولا ملوكة نظر أنا؟ مش فهم خالك شايف إن اللي مكتوب في الشيك ده ده مؤخر صدائك في حالة لا قدر الله حصل انفصال أنا شايف إن اللي مكتوب فيه ده مهرك لإن أنا ما خطرش على بالي في لحظة إن أنا أطلعك أيوة بس خالي ملوش دعوة بي وأنا ما طلبتش حاجة أنا كفاية علي أنت زي ما أنت كده حسب الشر العروسة لازم يبقى لها مهر يحميها من غادر الزمن في حالة يعني لا قدر الله حصل لجوزها حاجة كده ولا كده؟ بعد الشر عليك أنت بتقول إيه بس؟ أنا مدفعت لكيش مهر والمهر ركن رئيسي من أركان الجواز فشلي في الحتة اللي أنت عايزها عشان تبقي متطمنة أنا من ساعة موافقتة على جوازنا وأنا مقامنة ومتطمنة من غير أي حاجة من غير ده أنا أسفى بجد لو خالي كان ضيقك أو أحرجك أو لا لا خالي ده بالنسبة لكتاب مفتوح قابلت زيه كتير قوي يعني وبعدين أنت ملكي الزنب إنه خاليك ها عملتي إيه؟ البنك حاول كل الفلوس الموجودة بحساب حدرتك على بنك السويسر زي ما عمرتي بالزبط وده إشعاري بتحويلتي عزيمة المحاسب لست بره؟ خلص شغل واستأزم من حوالي ساعة طيب تنبيه على كل الموظفين يكونوا موجودين الصبح في ميتينج مهم وتحجزيلي على أول تيارة رايحة لندن عشان أنا أسافره يومين محتاج أرتب معاكم سيستم الشغل في اليومين اللي جايين ده الفاكس اللي جالك من لندن ترجمته بس الحقيقة في حاجة لفتت نظرة كده وكنت عايز أسأل فيها بارك الله وفيك خير إن شاء الله هي الأرقام المهولة اللي موجودة في بورسة لندن واللي دي ذكرها في الفاكس ده دي كلها بنضرب بيها في البورسة؟ علش اسمحلي أنا أصلي إيه؟ خدت فكرة عن الموضوع كده غزب عني وأنا بترجم تفتكر يعني يا ميتر إن إحنا لو مش مصقين فيك وعرفين إن قلبك علينا ومعانا كنت إديتك الفاكس عشان تترجمه دي ثقة أنا أعتز بيها يا ميتر انت بقيت واحد مننا لك ما لنا وعليك ما علينا وبعدين انت ناس نتحوشة عمرك كلها بين إدينا شوف يا سيدي بسم الله تفضل متشكر تفتكر يعني بخبرتك وزكائك الملموس هندفع الأرباح اللي معدها فوائد البنوك بتمانية وساعات عشرة في المية من مين إلا لو كنا بنغامر مغامرات محسوبة بوداية عن ناس اللي عندنا ما لك تخضيت فجأة وشك اسفر كده ليه؟ خفت على تحويشة عمرك؟ لا أبدا نحن بس بقيت عاوزة تطمن أكتر لا يا سيدي تطمن وحط بطنك بطيخة صيفي نحن كل أسبوع بندفع أكتر من ثلاثين ألف سترلين إلى الخبرة بتوق البورصة هناك عشان يرشدونا نتحرك هناك إزاي؟ وكل ما بنكسب من وراهم أكتر نسبتهم بتزيد أكتر عشان كده قلبهم عاينا بنسبت مية في المية ها هديتوبغالك ارتاح ولا تحب تسحب فلوسك وتبقى برضو مستشارنا وأخونا وحبيبنا لا أسحب فلوس إيه؟ ده.. ده أنا ما صدقت ده أنا كنت في غرقة وتوها لما كانت الفلوس معايا قبل ما ربنا يهديني ويخليني أحطاها عندكم بس يعني الفضول هو اللي كان ما خليني أسأل مش أكتر آه.. الفضول ولا الشيطان ولا ياذب الله لا والله الفضول الله يلعن أبو الشيطان وإن لي خلينا نعمل كده وما نعملش كده ليه انت مش شايف إعلانتهم في التليفزيون والجرائد والمجلات والفوايد الوهمية كمان اللي بيدفعها للمدعين مسكينة تحبي من بكرة نازل إعلانات في الجرائد والمجلات وفي التليفزيون هعمل إعلانات تكون أنت بطلة الإعلانات دي تعلني فيها عن أرباح المجموعة بتاعتنا اللي هتفوق أرباح مجموعتهم باثنين وثلاثة في المية واحدة واحدة علي وفهمني قصدك إيه دي ناس بتاكل فقاتة محلولة وشولوهم بقى على كف عفريت هم إيناعم بالعين السوق دلوقتي لكن الله أعلم بكرة أولا بعده هيبقى مصرهم إيه يا سلام وانت جايب بقى السكة الشديدة دي كلها منين نخبرت تلاتين سنة في السوق عشرت فيها دواهي الاقتصاد في البلد وعلى رأسهم سعدت ذلك شفت إزاي إنك ممكن تغيري واتحركي السوق باللي فيه بالعقل والتغطيط مش بتغور وفتح السدر وإنت قعدة بيتك وحط رجل على رجل بقولك إيه ما تخلينا إحنا في السكة اللي إحنا ماشيين فيها دي هي أي نعم بطيئة شوية إنما نتيجها مضمونة مية في المية يكون في علمك يا أبو المحاسن في ناس كتير قوي ومسؤولين كمان حتى فلوسها عندهم وانت كده بتضيع علينا فرصة ممكن نكسب منها كويس قوي في معادك بالزبط تفضلي تشربي إيه لا ولا حاجة يا فني تحت أمر هعمل إيه لقد تغبتي علي وما بتسأليش عني قلت أسأل أنا قصدنا عني والله يا فندي حضرتك عارف المشروع واخد كل وقت دي أنا تقريبا ما بنامش كان الله في العون هي نسبة الحجزات وصلت كان في المشروع لغاية دلوقتي يا ناصر لا ما شاء الله بقى عدت الخمسين مليون تقريبا داليا هالم تستاهل كل خير وتشكرة يا عدلي بيه أما إيه الحكاية غايبة عنينا ليه وما بتطمنيش على أخوك يا ناصر لازم يتعب ويجي يتطمن بنفسه أنا في الحقيقة مش متأخرة في حاجة يبقى واضح إن ذاكرتك ضعيفة ونسيت الاتفاق اللي كان بيننا يعني ما سمعتش ردك متهقلي ما عليك نسبة خمسين في المية اللي حضرتك أو اللي ناصر بيطالبها كتيرة شويتين في الظروف الطبيعية النسبة ما بتزدش عن عشرة أو خمستاشر أو بتكتير قوي عشرين في المية آه معاك حق بس دي النسبة اللي بتتاخد في الظروف الطبيعية مش مش مشروع في أرض حرم المطار من رابع المستحلات في الظروف الطبيعية اللي بتتكلمي عنها دي إنك تاخدي الأرض دي أو حتى تحط إيدك عليها مش إنك تاخديها وتعملي عليها مشروع إسكاني ضخم زي اللي بتحلم إنك تعملي عليها طب إيه رأي حضرتك نزودها شوي؟ تلاتين في المية إيه رأيك؟ لو ما كانش والدك من أصحابي وفي بيني وبيني وعيش وملحة كان يبقى لي معاك كلام تاني خالص إنتي بتفاصليني في إيه؟ هو شروة سمك ولا كيلو خضار اللي نازل تشتري مني السوق؟ دي أرض دولة وفي حرم المطار عشان تجيلك خالصة مخلصة عايزة معجزة وإنتي عارفة زمن المعجزات انتهى الأرض دي عشان تجيلك خالصة مخلصة لازم تعدي من تحت مناخرهم من غير ما يمدوا بوزهم ويدوقوا ويقولوا على البركة خلاص يا فندي أنا مقدرش أزعل حضرتك خمسين في المية بس أنا عندي طلب نعم نأجل النسبة لحد ما حطي إيدي على الأرض وأقدر أخطط لها وشغلها وأكسب من وراها وليكي عليّ لغاية ما توصلك الأوراق ممضية لا أسأل عنك ولا اتصل بيكي لحد ما تجيني وتقوليلي الاتفاق جاهز ومعاك النسبة أيام عدت وفي دلها أسابيع وشهور وسنة وشوية وإعلانات وباب الحجز مفتوعة البحري وإنت ودني من طين ودني من عجيب اضطرتيني أعطى الناصر وأبعته بنفسه يتطمن عليكي لحسن يكون الفلوس الكتير اللي دخلتلك غيرتك من ناحيتنا ونسيتك الاتفاق فضل يا فنة ده تشاك باسم ناصر بيك بالمبلغ اللي اتفقنا عليه 50% تفتكري ناصر الطائر يروح البنك ويصرف مبلغ زي ده قدام موظفين البنك حيقولوا المبلغ ده قدته له مقابل إيه أنا أسفى يا فنة بس أنا الكاش اللي معايا ما يكفيش المبلغ ده كل حديلك رقم سري محدش يعرفه غير رايبين مني قوي وبس الرقم ده في حساب في سويسرا هتحولي علي المبلغ هيكلموني يقولولي المبلغ وصل هكلمك واشكرك هيقولولي المبلغ ما تحولش هزعل منك قوي وأظن أنت عرفة زعل كويس الدنيا كلها عرفة زعل معلي المبلغ هيتحول إمتى يومين اتنين أكون رجعت حساباتي مع محاسب الشرك يبقى قدامك 48 ساعة بالظبط من دلوقتي و10 ساعات بتوع الليل هدية مني ليكي يبقى 58 ساعة لو مر خمس دقايق بعد كده والمبلغ ده ما تحولش يبقى اتمن ساعدك وما تقلقش خالص هي فكرة جريئة بس في نفس الوقت خطر يعني لازم تبقى واعل الشيق القانوني بتاعك أنا طلبتك وعرضت عليك الفكرة بعيد عن الردوة عشان عرف منك إذا كنت هتقف معي وتساعدني ولا هتصرف نظر عن الموضوع يا عم هساعدك مدام في مصلحة العيلة هساعدك بس لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه الخطة دي في مصلحة العيلة 100% بكده ممكن ندمن ان الدالي الصغير حيرجع تاني لحضن العيلة ومش بعيد يعني اسمحوا لي اتدخل ساعد بي ممكن يرجع القلفة هنا واعتقد ان ده موضوع يستحق المخاطر يعني انت عملت كل ده من نفسك واتصرفت من غير ما ترجعلي وبعد ما تطينت فق دماغك والبوليس بيدور عليك جايلي هنا عشان اخبيك ليه يعني ليشوفك وانت زعلان كده ما يقولش انك بتكره ساعد الدالي كرهك لنموت لتاني مرة في خمس دقائق بتثبيتلي انك غبي لانا عمري ما كرهت ساعد الدالي مفيش حاجة بيني وبينه تخليني اكرهه ساعد الدالي مجرد مهمة بالنسبالي مفروض ان انا انتهي منها بعقلي مش بقلبي عشان كده انا لا بحبه ولا بكرهه انا لو كنت بكره ساعد الدالي كان زماني بقيت زيك كده بدور على حد يخبيني لان كرهي لساعد عمعني مستر سليمن انا مش جاي اخد حصة في التشريح والفرق بين وظيف العقل والقلب هو سؤال واحد وانا عايز له اجابة هتساعدني اهرب ولا لا وانا معقول ان انا اتخلى عنك برضه يا متحد انت وقفت جنبي وساعدتني كتير وانا لا يمكن ابدا اتخلى عن حد ساعدني لفين باسبورك هو فضل بس هم اكيد هيوزعوا صورتي على المطارات والمواني عشان معرفش اخرج من البلد لا صايع هخبيك في شقة في المعادي وحبعتلك الرجالة بتوعي معهم خبير التجميل عشان ينغير شكلك ومصوراتي عشان يصورك لصورة الباسبور الجديد شقة المعادي دي هتفضل قاعد فيها لغاية مسفارك برا مصر انا احديك العنوان دلوقتي خليه معاك انا مش عارف اقولك ايه قولي انك مش هتعمل كده تاني وقولي انك طوما توصل لبرى الامان هتكللني بالتليفون عشان تطميني عليك وتقولي انك مش هتنسى ميلي اللي عملته معاك ده ابدا طول ما انت عايش هو عيدك وانا منذ الوقتي بقولك اني عمري ما هنسلك اللي هتعمله معايا انا متأكد من كده اتكل شوف وشك بخير محدش عارف الخير حيكون موجود فين شكرا بسترسالي شكرا هلو البوليس انا عايز ابلغ عن قاة الهربان انا مين فعل خير هتلاقوه فين هتلاقوه في العنوان اللي حدولك دلوقت اكتب عندك وانت هتشارك ازاي بقى في الموضوع ده او انت عايزان اعمل ايه باسم اخوكي طالب مساعدتي اتخلى عنه وبعدين انا بفكر في حاجة تانية ما يمكن الموضوع ده يخلي ساعد بيه يرضى عن باسم ويصالحوك وساعتها انبقى ضربنا عصفرين بحجر واحد ايوا قدهم بس هناشورة زنباها ايه في كل ده يعاني تليم حاسسان احنا هنموتها تشك الدبوس صغيرة وهتعدي بس بعد كده بقى الامور هترجع تستقر والدالي الصغير هيرجع للبيت ترجمة نانسي قنقر ميشت نامي ها؟ يعني لو عايزة تتفرج على التلفزيون حاجي يعني متعودة أنام والتلفزيون شد لا خالص وما فيوش حاجة تشد بيني وبينك يعني الشغل بيخلي الواحد ما يتبعش بشكل مستمر ولا أنا أنا بس بتفرج علي من دول عشان يسليني وإنت مش موجود طيب تمامين ترجمة نانسي قنقر مِنَّى الـ مِنَّة مَنَة ظنًا جميل المفرفة م毒 According to Kour". ها، طيب صيب إيه؟ أنا كمانا حنام هل تحب أن أنام في الأنترية؟ لا خالص، ليه؟ يعني، يمكن أن تكوني مكسوفة؟ لا لا مكسوفة، ولا لا مش مكسوفة؟ أمان، يعني، أنت عارفة مش أن نقدر نعمل شهر حصل دلوقتي لحد ما تعد الظروف اللي حوالينا دي، بس أوعدك يعني، لك شهر حصل في الأبدي، وأنا رجل حقاني، يعني لازم أدي كل واحد حقه وأنا ما طلبتش حاجة أيها بس دي الأصول أيها بردرت؟ أه هكي حقه، ديني حر أطفن؟ طيب طيب بسياء، البرفن رحتوا حلوة بقتي موسيقى 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 أنت. 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 داليا هاليم. أخير في هناك؟ فين زميلك التاني؟ فين البواب؟ الجواب نايم هنا وزميلي في المستشوى مرات طعبانة ايه فين اللي بنبدأ بسرعة؟ في حرامي اللي حاول يحرق شركاتي فوق وانتوا هنا نايمين حرامي؟ انت لسا هتفعلي في حواجبك اتحرق بسرعة يا جهادي يا جهادي اسحى يا جهادي تعالوا بسرعة في حرامي فوق ورايا بسرعة يا جهادي ايه؟ هاد اعادك؟ ارحق ايه؟ تحكي في النار اعطني افعه اترعك ما استمعوش ابتنتور يابنين كمال والا اوف مكانك هاد انا في النار اوف مكانك طول لك ادراك بالنار! يا طب منقس انتهاني! ضفناها وكل شي تمامه الحمد لله! طب والحرامي! الحرامي الاستيس اشام جيلي وراها السطح عفوق! ها! مسكته ولا هرب منك! المجنون ده ما نفسه من فوق السطح مناحة تاني من العمارة! يعني هارس ود! حينزل خمسمائة حتة! تعالوا معي بسرعة! الفضالي! الحمد لله يا جاسك بس انتهاني! امسك! وانت كمان خد! ايه دولة يا جاسك هاري! دولة عشان تفهموني بسرعة ومن ضيعش وقت! قبل البوليس ما ييجي سكان المنطقة كلها تسحع! انت تنظف لي قدام الشركة كويس! وتمسك لي الباب بتاع الشركة ده تخليه زي الفل احسن من الاول! وانت ترجع تنام زي ما كنت نايم! انتو اللي اتنين لا شفتوا حاجة ولا سمعتوا حاجة من اللي حصلت! مفهوم؟ مفهوم! مفهوم ايه يا جايل يا اوالي مفهوم ده! طيب والشركة اللي هتتهمون عادية استهاني! طيب افرد حديثك ان نرى لك حاجة والشركة! انا الحمد لله ما كنتش جوه الشركة! والشركة سليمة وما حصلش حاجة! انا مش عايزة شوشرة عشان الناس اللي بتحجز ما تخافش! وبعدين بقى حضرتك والأفندي اللي ساب الشغل والبيل اللي كان نايم! اول الناس هيتهموهم بالإهمال! ومش بعيد كمان يقولوا ان انتو اللي رميتوا الحرامي من فوق السطوح! لا! كلام ساعتك مضبوطة يا فنر! جعيدي! ننفذ الالت علي لهالم بسرعة! حاجة! وانا هنزل اكمل نوم وقبل ما نام هقفل باب العمر من جوه! لا تقفل ولا تفتح! سيب كل حاجة زي ما كانت قبل ماجي! ممكن؟ ممكن يا فندي! فطل! السلام عليكم! بلغ صاحبك المجرم يجي يستلم جثة المرحوم اللي بعته علشان يولع فيي انا وشركتي! قول له ربنا خلصني منه! مين داليا؟ ازاي تمشي وراه وتوافه انه يحاولي موتني او يدمر شركتي! هي بس اللي حصل ايدي وفهميني! يبقى خلي صاحبك المجرم ده بقى هو اللي يفهمك! على فكرة انا حيش عنه حبل المشنقة دلوقتي! عملا لك انت خاطر! لكن والله العظيم! لو وقف في طريقي تاني! ما هعمل لمخلوق خاطر! طالما انا هون تعليك بالمنظر ده! والله يا بنتي ما عرف انه هيتصرب بالشكل ده! ولا خطر على بالي! ألو! 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 ناليا! موظل خلو تبيتك الشيخ حمزو! وانا انه كنت فاكرة قايل! هتصرب بحكمة! بتانك اتصرفت بخباء! انا لا فاكرة عاقي وهتصرب بحكمة قابل! لا! في حاجة يا حاج! انت بتكلم نفسك يا حاج! عليّ الطلق بالتلاتة! إما طلعتوا منتوا التلاتة على قواتكوا التلاتة دلوقتي لكونوا طلقين بالتلاتة في الليلة الغابرة دي! وانا مربي رود! ريب ووجداني ووجداني ريب! الله يخلق بيوتكم! موسيقى في ايه شخ حمزة؟ ايه اللي انت عملته ده شخ حمزة؟